وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الستوديو معالي الدكتور أحمد بن حمد السعيدي وزير الصحة أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا ومساكم الله بالخير وكافة المشاهدين لتلفزيون سلطنات عمان بيان وزارة الصحة أكد على استقرار حالة المواطنتين المصابتين ولكن من خلالكم معاليك نود أن نطمئن أكثر على وضعهم الصحي لو سمحتيني في البداية لابد من موجز حول هذا الفيروس بدأ هذا الفيروس في جمهورية الصين الشعبية في شهر ديسمبر من العام المنصر ومع الأسف هو في انتشار سريع لعدة دول في العالم خارج جمهورية الصين عدد الحالات على المستوى العالمي تجاوزت 76 ألف حالة ولا بد من التأكيد أن 76 ألف حالة هذه الحالات المؤكدة أما مخبريا أو بالفحص الكليكلي ولكن حسب المتوقع أن الحالات المصابة والغالبية العظمى من الحالات ذات أعراض طفيفة وتتجاوز ذلك العدد ربما بمئات لألاف أيضا حول هذا الفيروس لابد أن نذكر أن العالم تعرض لفاشيات سابقة وأذكر كسبيل المثال 2009 انفلونزا الخنازير في 2013 و14 كورونا متلازمة الشرق المتوسط والآن كورونا كوفي 19 اسمه نسبة الوفيات من هذا الفيروس أقل بكثير من الأوبئة التي سبقت لكن ربما الفرق بينه وبين الفيروسات السابقة هو سرعة الانتشار لا أحب أن أخف أن أقلل من خطورة المرض ولكن أيضا التهويل الغير مبرر لا داعي له المواطنتين التي قدمتها من جمهورية إيران الإسلامية أعراضهم طفيفة تم تأكيد الفحص المخبري مساء هذا اليوم في الساعة الخامسة وتم الإعلان مباشرة عن الحالات مبدأ الشفافية في القطاع الصحي وطبعا على مستوى السلطنة في كل الأمور هو مبدأ أول الله الحمد مشهود به لذلك المواطنتين الحالة الصحية لا تستدعي تنويمهم في المستشفى في الوقت الحالي ونأمل لا يستدعي الأمر لذلك أيضا رصد هاتين الحالتين هو دليل على مدى متانة ودقة الترصد الوبائي في سلطنة عمان أيضا لا بد أن أطمن المواطن المختبر المركزي في السلطنة هو مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية كمختبر مرجعي لأقليم شرق المتوسط لذلك السلطنة مرت كبقيده العالم بفاشيات سابقة تعلمنا الكثير استعداداتنا بدأت منذ أول لحظة أعلن عن الفيروس في جمهورية الصين الشعبية تدريب المعنيين في القطاع الصحي التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر المطارات المنافذ الحدودية مع شرطة عمان السلطانية أيضا القطاع الصحي الخاص لا بد من الإشادة به على استعداد تام لم نقل في يوم من الأيام الفيروس لن يأتي للسلطنة وإنما كنا متوقعين ولكن كنا نعمل طبعا كبقية الدول أن يتأخر أو لا يأتي مطلقا بالعودة إلى الحالتين المصابتين نود أن نعرف تفاصيل أكثر كيف تم اكتشاف الحالتين وكيف تم التعامل معها ذكرتم بأن الحالتين ليست في المستشفى وإنما في حجر صحي ربما في المنزل الحالتين ذهبت إلى أحد المراكز الصحية في محافظة مصقط وبأعراض ولا بد أن أشير أنه أعراض الكورونافايروس المستجد هي نفس أعراض الإنفلوينز الموسمية اللي هو الحمى، الآلام والأوجاع في الجسم، السعال وأحيانا الخمول ذهبتها بأعراض طفيفة ولكن أيضا ولا بد من الإشادة بالعاملين في المركز الصحي المذكور مباشرة بعد أن اكتشف أن الحالتين كانت في جمهور الإسلام الإيرانية اتخذت الإجراءات المناسبة تم إرسال العينات المختبر المركزي وتم الفحص وهناك طريق طبي أرسل إلى الحجر التي توجد به الحالتين وتم إعطاءهم كافة الإرشادات والنصائح الصحية التي يجب أن تتبع وأحب أن أضيف أن ما تتخذه وزارة الصحة في سلطنة عمان من إجراءات حول هذا الفيروس هو نفسه ما توصي به منظمة الصحة العالمية وما يتطابق مع اللوائح الصحية الدولية لذلك فيما يتعلق بالسفر، فيما يتعلق بإيقاف الرحلات الدولية فيما يتعلق بالتبارل التجاري لا بد أن السلطنة تعتمد أو تتبع ما يتم الإعلان عنهم من قبل منظمة الصحة العالمية هناك دول اتبعت إجراءات أخرى وهذا شأنهم ولكن في السلطنة دائما الوسطية والاعتدال في كل ما نتخذه من إجراءات ما أحب أن أؤكد وأقول أن هذا الفيروس انتشر في أكثر من 50 دولة خارج الصين عدد الحالات خارج الصين تجاوز 1700 حالة ولكن عدد الوفيات 17 حالة فقط خارج الصين وهذا يدل أن الوفيات أقل من 2% من الحالات في جمهورية الصين طبعا الوفيات جاوزت 2450 ولكن إذا ما نظرنا إلى الكثافة السكانية إذا ما نظرنا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة فما زالت ولله الحمد الوفيات منخفضة ولكن أيضا لا بد من أخذ الحيطة والحذر لا بد من اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من هذا المرض أنا أتي على ذكر الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة بشيء من التفصيل ولكن معانيك نود أن نتوقف قليلا عند الحجر الصحي كيف يتم؟ ما معنى الحجر الصحي وكيف يتم؟ هل إلى أي مدى يساهم في احتواء انتشار المرض؟ الحجر الصحي كل دولة أيضا لديها طرقها الخاصة ولكن هناك مسارات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية بدأ الحجر الصحي في السلطنة لهذا الوباء أو لهذه الفاشية منذ فترة وتم حجر أكثر من 250 شخص في السلطنة الذين قدموا من الدول الموبوءة للإشتباه بهم؟ للإشتباه بهم ولكن ولله الحمد إلى هذا اليوم لم يتم رصد أي حالة إلا الحالتين التي رصدت اليوم الحجر الصحي هو شقين شق في حجر في المنزل وهذا متبع في كل دول العالم وشق في ما يسمى الحجر المؤسسي والحجر المؤسسي أيضا نوعين نوع في المستشفيات ومع الأسف ربما بعض الحالات تستدعي إدخال المستشفى وعناية مركزة نوع في مؤسسات أيضا تشرف عليها وزارة الصحة من ناحية الرقابة الصحية وأنا أقول كان في تعاون أكثر من رائع من عدة جهات بما فيها سفارة جمهورية الصين الشعبية في مساعدتنا في الترجمة للجالية الصينية الموجودين في السلطنة لذلك الحجر الصحي ليس بجدير وكافة المحافظات السلطنة تم تعيين أماكن للحجر الصحي بها للحاجة ولكن أغلب حالات الحجر الصحي بسبب وجود المطار الدولي مطار مسقط في محافظة مسقط تمت في محافظة مسقط هناك سؤال يتبادر لأذهان كيف يتم التعامل مع المسافرين الآخرين الذين كانوا برفقة الحالات المصابة المكتشفة الحالتين التي تم اكتشافهم هذا المساء تم رصد ما يسمى الكونتك لهو الناس الذين كانوا قريبين منهم وتعرفت الوزارة إلى الآن إلى قبل ما أتي للنشر هي على 35 شخص الذين كانوا في زيارة للحالتين هؤلاء أو كانوا معهم في الطائرة تم التعرف على 35 حالة وتم التواصل مع بعضهم وسيتم التواصل مع الكل وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم ورجاء أنت طالما تكلم عن الفحوصات كانت هناك بعض الاستفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي فين ممكن أذهب للفحص عن هذا الفيروس لا داعي للفحص عن الفيروس إلا حسب الإجراءات الطبية هناك معايير هناك أسس علمية متى يتم الفحص ومتى لا داعي للفحص لذلك أحب أن أطمن المواطنين أن القطاع الصحي في السلطانة سواء الحكومي أو الخاص على دراية بما يجب فعله وفي المقابل أحب أيضا أن أطلب منهم اتباع الإرشادات الكمامات أيضا ستثار أسئلة ربما حول الكمامات وعدم توفرها أهم من الكمامات هو غسل اليدين بالماء والصابون أولا أو بالمواد الكحولية المعتمدة وإذا تم سؤال ما هي المعتمدة لا بد أن تكون نسبة الكحول في السائل 60% فأعلى هذا أولا ثانيا أثناء فاشية H1N1 أو انفلوانز الخنازير الكل يتذكر فيما يتعلق بالتقبيل وخاصة الآن في بعض المحافظات السلطنة العادات هذه لابد أيضا من تجنبها إلى اليوم لا توجد توصية من مضمة الصحة العالمية خاصة في الدول التي لم يتم من نقل محليا الفيروس بإيقاف الفعاليات لكن نحن نوصي أيضا عدم هم شيء عدم السفر للدول التي تم إعلان حالات فيها إلا للضرورة القصوى نعم الآن وبعد اكتشاف الحالتان حالة لصابة بكورونا ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإحتواء انتشار المرض الإجراءات التي تم اتباعها مع الفاشيات السابقة ومع هذا المرض منذ البداية الإجراءات هو أي قادم للسلطنة دلحين وهناك تعاون من الطيران المدني يعطى استمارة يعبي الاستبيان في الاستمارة الاستمارة شقين شق الأول موظفه وزاة الصحة أو المطار اللي هو في بيانات الشخص القادم للسلطنة سواء كان عماني أو وافد ووسائل التواصل معه وأيضا يعطى نصائح إذا لا سمح الله أعراض كذا كذا نرجو التواصل مع الخط التواصل المركز الاتصال التابع لوزارة الصحة هذا الإجراء عبر جميع المنافذ البحرية الجوية جميع المنافذ طبعا جميع المنافذ لأنه أول حالة تعلنت في أقليم سلق المتوسط كانت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وطبعا التواصل بين دولة الإمارات والسلطنة الكل يعرفوا بالمنافذ الحدودية البرية لذلك على كافة المنافذ الشيء الثاني التي تتخذها حين الوزارة أي شخص قادم من جمهورية إيران الإسلامية جمهورية الصين الشعبية وأيضا كوريا الجنوبية لابد من الحجر الصحي لمدة أسبوعين أربعة عشر يوم الفيروس مع الأسف أغلب الفيروسات الأعراض ربما لا تظهر إلا بعد أسبوعين منذ انتقال الفيروس من شخص إلى آخر لذلك الناس أيضا وفي بعض الملاحظات والله موجود جهاز لقياس الحرارة في المطار لكن ما في حد مشغل موجود لشغل الجهاز هذا الجهاز للأمان إذا تسألي من وجهة نظر طبية جدوى محدودة جدا لأن أغلب الناس اللي عندهم الفيروس لا توجد لديهم الحرارة في الوقت المرور ثانيا كثير ناس مسافرين خاصة هذا جاي مسافة طويلة إذا شعر بوعكة صحية وحرر بما يخذ له حبتين مسكنات الوقت اللي ينزل في المطار اختفت الحمى لكن موجود الجهاز أهم من الجهاز هو أن نطلب ونتمنى من جميع القادمين للسلطنة تعبئة الاستمارة المعدة من قبل وزارة الصحة وسيتم متابعتهم وسيتم متابعتهم هناك هاجس المدارس والطلبة لابد أيضا أن نسأل عن الإجراءات المتبعة الإجراءات الاحترازية لحيولة دون الإصابة هناك تنسيق تام بيننا وبين معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم وأيضا معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي وفي الوقت الحالي لا توجد أي حاجة أو مؤشرات لإغلاق المدارس أو لإيقاف الدراسة ولكن إذا لا سمح الله بدأ الانتشار المجتمعي لأن في كثير الدول والأول حالة ربما قدمت من دولة موبوءة لكن تم الانتشار محليا عندما أتمنى لا يتم إذا لا سمح الله تم هذا فالوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى على استعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووقاية المجتمع من هذا الفيروس طبعا وغيره من الأمراض المعدية التي مع الأسف كل ما ظن العالم أنه تخلص من فاشية ظهرت أخرى ولكن أيضا أحب أن أقول أنه إلى الآن نسبة الوفيات من هذا الفيروس ما زالت منخفضة إذا ما علمنا أن الإنفلوينزا الموسمية الوفيات فيها على المستوى العالمي سنويا تصل حوالي 600 ألف لكن لا أحب أيضا أن أقلل من خطورة هذا الفيروس خاصة بالنسبة للأفراد لديهم أمراض مزمنة المتقدمين بالعمر أو عندهم نقص في المناعة لسببنا أو الآخر نسأل الله السلامة للجميع والشفاء للمصابتين معا للدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة شكرا جزيلا على حضورك معنا وعلى هذا الإضاحة شكرا جزيلا مع تمنياتي للسلامة ودوام الأمن والأمان والاستقرار لإعمالنا شكرا